أنا لارغان فارس معترف ومهوز سلسلة برامج الأدوبي سوف نريكم في هذه الدورة كيف نصنع سيرات ذاتية احترافية شعارات تجارية وهويات بصرية بالإضافة إلى حلقات التصميم سوف نقوم بمنحكم كل الملفات التي تمكنك من صناعة هذه الهويات البصرية أو الشعارة بالإضافة إلى ملفات مفتوحة المصدر للتعديل على الشعار والمشاركة في المسابقات وربح المال من ذلك سنطيعكم على العديد من المواقع لتقديم الخدمات المصغرة أو دخول المسابقات لربح مبالغ مالية أكبر كذلك سنقوم بعمل حلقة خاصة أكلمكم فيها عن طرق عرض خدماتي في التصميم أوفلاين وكيف أكسب المزيد من ذلك أيضا سنقترح عليكم عشرات الطرق للحصول على تغذية بصرية احترافية لإنجاز مشاريع خرافية فقط بعشر دولار هاي لرقن أحشم على روحك كل هذا مجانا فقط لايك اشتراك ومشاركة المقطع مع الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نارقا ثالث من خلف المايك في حلقة جديدة في إطار الدورة الكاملة لمشاركة معكم كل الملفات مفتوحة المصدر لتعديل وعلى المشاركة في المسابقات أو حتى نشر هذه الملفات في مواقع مثل تيم فورست أو إنفاتو أو شيء من هذا القبيل لكن قبل أن يبدأ هذا الفيديو أحببت أن أذكر إذا وصل هذا الفيديو إلى عشر مشاركات سوف أشارك معكم عشر دولار لأقوم بعمل جيفاوي لأحد الأشخاص الذين يقومون بعمل تعليق في هذا الفيديو للإشارة فقط قمت بعمل جيفاوي على القناة مرة واحدة بحيث شارك عشرون دولار وقمت بنشر فيديو قصير وعرفيه عن نفسي وأقول أنه كل شخص يرفع الفيديو ويجلب عدد أكبر من المشاهدات أقوم بمنحيه تلك العشرون دولار وتعليقات سلبية بلا 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 فقط تريد التسويق لنفسك وما إلى ذلك أكيد أني حتى من هذه الفكرة أريد أن أسوق لنفسي ولكن أذكركم عن الشخص الذي فاز في تلك المسابقة رفع الفيديو فقط جلب خمسون مشاهدة وحتى الشخص الذي ظهر أنه أتاني كمشترك من طرف ذلك الفيديو كان هو نفس الشخص واكتشفت الأمر ولكن عادي منحته الهدية بكل روح رياضية فقد كان في ذلك الوقت هو أكبر من جلب مشاهدات فكل القنوات التي رفعت الفيديو في ذلك الوقت لم يجلب الكثير من المشاهدات فقط قبل أن نبدأ في هذا الفيديو هذه الفكرة لمساعدة نفسي ومساعدتكم أيضا في نفس الوقت أريد أن أضرب عصفورين بحجر واحد ففي السابق لو قمت بعمل أدس بـ 20 دولار أكيد أني سوف أجلب أكثر من 60 مشاهدة بـ 20 دولار المهم مقدمة أتمنى أن أكون قد أزعجتكم في هذه الحلقة سوف أشارك معكم هذه هي السي في سوف يأتي درس التصميم بعد هذا الدرس مباشرة أو لا تقلقوا بالنسبة لمحبي التصميم قمت بترتيب الملف بهذا الشكل هذه يمكنك أن تضيفها أو تمسحها فقط هذه الخلفية الثلاثة مقفولة باللاير الخاصة بها عندما تريد أن تحرك أي نقطة مثلا أو أي عنصر حتى لا يتحرك معك ولكن إذا كنت تريد أن تقوم بتحريكها فليس هناك مشكلة فقط تتخلص من القفل وتستطيع أن تحركها من دون أي مشاكل هكذا فقط للأشخاص الذين لا يعرفون أي شيء عن الفوتوشوب تستطيع أيضا أن تأتي إلى هنا كل شيء تجده هنا مثلا هذا تضغط على أو التكست وتقوم بتغيير آآ الاسم أيضا سوف تجد في هذه التدوينة أو التدوينة المرفقة بهذا الملف حيث يمكنك أن تقوم بتحميله كل الخطوط في حال أردت أن تستخدم نفس الخطوط مثلا تريد أن تقوم بتغيير اسمك لما قلنا لا أدري ماذا لك حل المهم أي شيء تريد أن تقوم بتغييره في حال أتراجع تستطيع أن تقوم بتغيير المهنة من خلال هنا وتقوم بالتغيير يا إلهي لأن الملف عالي الجودة و 3300 بيكسل لكل إنش أو أشغل أكثر من برنامج ترى أن الحاسوب تشنج قليلا المهم تستطيع تغيير هذه هذه أيضا الصورة تستطيع أن تجلب أي صورة فقط بالنسبة لي الصورة خاصة الأشخاص الذين لا يعرفون الفوتوشوب مثلا تجلب صورة مثل هذه تقوم فقط بوضعها هكذا بالشكل المناسب وتقوم بالضغط على الآلت وتأتي إلى هنا إلى غاية أن يظهر معك هذا السهم هذا السهم تضغط ضغطة واحدة ليقوم بعمل أو تستطيع أيضا بالزر الأيمن للموس وتقوم بتغييرها نفس الأمر بالنسبة سواء حوله هنا تفتح هذه وتقوم بتغيير النص الموجود هنا من خلال تكست وتكتب أي شيء ترى أنه مناسب وتتلاعب في المسافة بين الخط والخط الآخر المسافة بين الحرف والحرف الآخر المسافة أو حجم الحرف بحد ذاته بنسبة لي اللغات التي تستطيع أن تجيدها نفس الأمر تأتي بعالم أي دولة مثلا هكذا وتأكد أنك تقوم بوضعه كليبينغ ماسك لأنك عندما تجلب الصورة وتسحبها إلى هنا لا تستطيع أن تقوم بالتغيير أو يختفيها الكليبينغ ماسك بمجرد أنك تفتح الصورة أخرى أعتقد أن كل شيء كل شيء سهل وبسيط للغاية كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم فعلا فعلا أقوم بمجهود جبار فالعديد من الأشخاص يتوصلون معي على فايفر ولكني أعتدل منهم دوما حتى الخدمات التي كنت أوفرها قمت بمسحها جميعا وهذا لأني أريد أن خلينا نكون صراحة أنا أريد أن أجعل من اليوتيوب مصدر داخل أساسي ولكني لم أستطع أن أصل إلى تلك النقطة ربما بمساعدتكم سنستطيع أن نصل إلى تلك النقطة شكرا على حسن المتابعة والإصغاء لا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك كومنت أسفل هذا الفيديو اشترك في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك للرقم فارس مشاركة المقطع مع الأصدقاء فإن وصل هذا الفيديو إلى عشر مشاركات أشارك معكم عشر دولار في الحلقة القادمة أعمل قرعة وأرسلها إلى شخص ما عشوائي على البايبال لا تبخل بمشاركة المقطع مرة أخرى فلا أستطيع أن أرى من شارك المقطع ولكني أعرف حدث الأشخاص الذين شاركوا المقطع مع الأصدقاء بليز اجعلوا اليوتيوب مصدر دخلي الأساسية لأني أحب فعلا أن أنشر فيديوهات على اليوتيوب سلام سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر